اشتركوا في القناة 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 ومسكوا كلمة لا استعجل على ايه اتفقنا قبل ان امتحن نقل 46 نقطة على 180 دقيقة يعني كل نقطة محتاجة مني من 3 او 4 دقاية استعجل على ايه اجعل الدنيا بالنسبة لدي تمام جدا اول شي اريد ان اعرفها اذا كانت محولة علي بك الكبير الانفصالية عن الدولة العثمانية يبقى هنا بيتكلم عن حركة علي بيك الكبير تمام هنا بيتكلم عن حركة علي بيك الكبير الانفصالية كلنا عارفين ان حركة علي بيك الكبير بدأت عام 1768 لما تيجي تحول ده القرن وده مهم جدا هتلاقي انه هو النصف الثاني من القرن التمنتاشر لم يكتب لها النجاح فعلا ما نكحدش الا انها كان لها فضلا في ايه يبقى عايز يقولي الحركة دي ارتبطت بايه او ظهر منها ايه واحد اظهار عيوب النظام السياسي العثماني قدرتك دلوقتي فاكر اصلا القرن استدعتها في زهنك استدعت المعلومة كاملة في زهنك افتكر كده حركة علي بيك الكبير امتى استغل علي بيك الكبير حرب الدولة العثمانية مع روسيا فطرد الوالي ومنع الخراج ووضع اسمه على النقود واستقل بحكم مصر وسيطر على الحجاز وارسل قائده ابو الدهب للسيطرة على الشمف احتل دمشق طيب ارجع وراء شوية كده علي بيك الكبير استغل ده كله ليه لان المماليك كان ليهم دور في الحكم لان السلطان العثماني لما عمل الحكم في مصر وزع السلطة على ثلاث عناصر اده جزء للوالي اده جزء للتوان واده جزء للمماليك وعندك معلومة واضحة جدا في كتاب المدرسة بتقولك ايه ولكن نظام الحكم العثماني حمل في طياته عوامل ضعفه ومن اسباب عوامل ضعفه ان المماليك تطلعوا لاعادة حكمهم مرة تانية يبقى حركة علي بيك الكبير اظهرت عيوب نظام الحكم العثماني بس ثانية انا عايزيني شوف بقية الاجابات عشان نطمن لاجابتنا تعالى هل الحركة لها فضل في حماية مصر من افكار لويس الستاشر ما تنفع هل الحركة فهمت الناس او عرفتهم باهمية موقع مصر جغرافي العالم كله عارف اهمية موقع مصر جغرافي من زمان ده من قبل اكتشاف طريق رأس رجاء الصالح يعني ملهاش علاقة طب هل الحركة خلت الدولة العثمانية تحكم سيطرتها على مصر ما حصلش والدليل هي الدولة العثمانية عشان تخلص من حركة علي بيك الكبير عملته لجأت الى محمد بيك ابو الدهب قائد علي بيك الكبير وحرضته على ان هو يتآمر على علي بيك الكبير ويتخلص منه وعادت مصر ولاية عثمانية تحت قيادة ابو الدهب اللي هيبقى شيخ البلد يبقى ما رجعوش سيطرتهم كاملة ولا احكاموا سيطرتهم يبقى الاجابة هي اظهار عيوب نظام الحكم العثماني ده انا ممكن بقت على هنا ممكن نفس الفكرة دي تتغير ازاي ممكن الجملة دي نفسها كلها تتغير يعني يقولك مثلا يستدل من حركة علي بيك الكبير في النهاية يقولك ان عمل نظام الحكم العثماني في طياته عوامل ضعفه يبقى نفس الكلام بس غيرنا الالفاظ تماما نفس المعنى بس غيرنا الالفاظ يبقى بعد اذنك اول حاجة نعملها القراءة المتأنية للسؤال ونحلله واحدة واحدة معايا انا داخل معك في الاسئلة من السهل للأسر طيب شوف اللي بعديه بيقول لسيادتك تحدد الصقافة القيم والمبادئ المقبولة الصقافة قلنا العادات والتقاليد وطريقة السلوك وطريقة التفكير وطريقة الأكل وطريقة اللبس وطريقة الحياة الصقافة ليست المعلومات يا جدعان طريقة حياتك كلها اسمها صقافة وغير المقبولة مما يساهم في تنظيم حياة الناس وعلاقتهم الأمر الذي يحول دون فقد المجتمع لهوياته الوطنية سعى خلال عصر اسماعيل لتحقيق هذا الأمر ما خدتش بلك ان بعد المقدمة الطويلة دي كلها ايه الخلاصة هنا ان انا عايز اعرف اسماعيل عمل ايه يحفز على الهوية الوطنية للشعب يحفز على الشخصية المصرية تعالى واحدة واحدة الجمعية الجغرافية وجمعية المعارف طبعا الجمعية الجغرافية تهتم بالبحث في علم الجغرافيا واضح من اين وانا وجمعية المعارف دي طبعا بتهتم بطبع ونشر الثقافة وطبع أمهات الكتب في الفقه والأدب والتاريخ تعالى الجمعية الخيرية الاسلامية فاكر الجمعية دي بتعمل ايه بتعمل ايه انشاء مدارس للبنين والبنات الفقراء لتواجه طغيان المدارس الاجنبية ومن مهامها وما زيها ان هي بتحافز على الشخصية المصرية في مواجهة ازدواجية الثقافة يعني بتحافز على الشخصية ايه يعني بتحافز على هوية ايه يبقى الجمعية الخيرية الاسلامية مهم ايه وجمعية المعارف قلنا بتعمل او بتهتم بطباعة الكتب الخاصة في الفقه والأدب والتاريخ التاريخ يعني الشخصية شخصيتك جزء منها التاريخ بتاعك ثقافتك جزء منها التاريخ بتاعك يبقى محتملة جدا لان دية بتتكلم عن التاريخ ودية بتتكلم على موجهة ازدواجية الثقافة طب نبص على جيمو دل عشان نتطمن جمعية الحقانية دي محاكمة كبار الموظفين وبمثابة محكمة جنح وجنايات دي تتقلم ما يكون فيه فساد إداري تتقلم وجيب لي صورة محكمة أو نيابة إدارية جمعية دار الكتب دي اللي بتطبع الكتب أو دية اللي بتحتفظ بالكتب وتعملت في مصر الصحف الأدبية والصحف السياسية طبعا بالعقل طلامة كلمة هوية أو كلمة شخصية أو مواجهة ازدواجية ثقافة يبقى عرف دايما أن دول أكتر اتنين لأن الخيرية الإسلامية بتواجه ازدواجية الثقافة وجمعية المعارف بتهتم بطباعة أمهات الكتب في الفقه والأدب والتاريخ طيب اللي بعدي لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس طبعا جملة معروفة جدا لمصطفى كامل في كفاحه شعار رفعه مصطفى كامل في كفاحه الوطني سعد زغلول لتحقيقه من خلال يعني عايز يقول لحضرتك أن مصطفى كامل في كفاحه كان ده شعاره هل سعد زغلول عمل ده كمان؟ آه عمله وإحنا قلنا قبل كده وإحنا بنشرح كذا مرة أن مصطفى كامل وسعد زغلول بينهم وجه شابه هو عدم اليأس مصطفى كامل بعد حاجة فشودة ما يأس الخديوي نفسه انه هزم نفسيا ويأس وغير علاقته مع الاحتلال من علاقة عداء العلاقة التحالف والدليل عمل معهم الاتفاقية السنائية لحكم السودان عام 1899 بل وكمان زار لندن عام 1900 وتخلى عن الحركة الوطنية الخديوي عباس حلم التاني فمصطفى ما يأس طب سعد زغلول لو أنت بقى مذاكر كفاح سعد سعد راح لمؤتمر ليه؟ رد علي مؤتمر الصلح عشان يطالب بحق تقرير المصير وهي من مبادئ الرئيس الامريكي من؟ ويلسون طيب الدول الكبرى في مؤتمر الصلح ادوا لسعد حق تقرير المصير؟ لا ده اعترفوا بالحماية البريطانية على مصر وتخلوا عن مصر وعن الشعوب الضعيفة هل سعد بعد ما اعترفوا بالحماية البريطانية رجع وقال أنا فشلت أنا يأست بالعكس لم ييقى السعد ده بنص الكتاب واستمر في مخاطبة برلمانات أوروبا لمطالباتهم بعدم الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر يبقى بعد إذن معالي سعد بعد حصوء أو عدم اعتراف الدول الكبرى باستقلال مصر ما يقس وفضل يخطب البرلمانات يعني يخطب السلطة التشريعية الأوروبية عشان يسعدوا ضد الحكومات الأوروبية جميل تعال بقى سعد في إلغاء الأحكام العرفية انت سمعت إن سعد ساعة لإلغاء الأحكام العرفية عندك في المنهج معلومة أصلا فيها كده؟ لا يبقى مستبعدة طيب إلغاء الحماية البريطانية على مصر هل لفظ اليأس وعدم يأس سعد كانت في أنه هو بيطالب بعدم بإلغاء الحماية البريطانية على مصر ما حصلتش تمسكه بفكرة الجامعة الإسلامية ما تنفعش أصلا تاريخيا لأن انتوا عارفين سعد ما كانش متمسك بالجامعة الإسلامية سعد كان متمسك بالجامعة المصرية أو القومية المصرية لأن أصلا سعد قادر حركة الوطنية بعد هزيمة الدولة العثمانية وسقوط فكرة الجامعة الإسلامية الفكرة اللي صاحبة عبد الحميد التاني او تبناء عبد الحميد التاني واللي كان مؤلفة كان جمال الدين الافغاني استمرار نشاطه السياسي في اوروبا العبارة واضحة جدا صح ليه لانه قلنا لم ييقس واستمر في مخاطبة برلمانات اوروبا يا ميل اوي راحز بقى هنا اللعب بالالفاظ ازاي ان انا بدل ما اقول استمرار نشاطه السياسي في اوروبا قل له مخاطبته للسلطة التشريعية في اوروبا بعد مؤتمر السلش مخاطبته للهيئات البرلمانية بعد مؤتمر السلح كل ده دليل على عدم اليأس يبقى كده هو شبيه لمصطفى كامل ووعى تنسى ان مصطفى كامل وسعد شبه بعض في عدم اليأس وسعد زغلول ومحمد علي شبه بعض في الاهتمام بالسودان وسعد زغلول ومحمد فريد شبه بعض في انهم قادوا الحرقة الوطنية من خارج البلاد يبقى انت بفكرة بسيطة كده عدت معايا سانيتين كتبت الملاحظات دي طلعنا كذا سؤال من السؤال يبقى دي فكرة وبابني عليها اسئلة يبقى سعد شبه محمد علي في الاهتمام بالسودان سعد يعتبر شبه مصطفى كامل في عدم اليأس سعد شبه محمد فريد في قيادة الحرقة الوطنية من خارج البلاد لان سعد قادر الحرقة الوطنية من خارج البلاد فترة مؤقتة هتقول لي امتى هقولك بعد اعتراف الدول الكبرى بالحماية لم ييقى السعد واستمر في مخاطبة البرلمانات الاوروبية دي قيادة ده مش كده وبس فاكر لما عرف ان انجلترا بعتت لنا لجنة لإقنعنا بالحماية اسمها لجنة ميلنر فاكر ساعتها سعد عمله هو باريس ارسل خطابات سرية لعبد الرحمن فهم سكرتير عام لجنة الوفد المركزية عشان يقنع الشعب برفض الحماية البريطانية او برفض التفاوض مع لجنة ميلنر يبقى لما يرسل خطابات سرية ده دليل على ان هو قادر الحركة الوطنية من خارج البلاد طيب نرجع لموضوعنا ومحمد فريد طبعا قادر الحركة الوطنية وفي سؤال يتعرض له كمان شوية ازاي لانه محمد فريد يا شباب بعد اعتقاله على يد كتشنر ست شهور بسبب مقدمة لديوان شعر خرج من السجن حب كتشنر المعتمد البريطاني الثالث يعتقله مرة اخرى فاضطر انه هو يسافر الى المانيا ومن المانيا فضلي كفى حينك لحد ما مات 1919 نكمل استأذنك واحدة واحدة كده والموت بتاع الاسئلة هزيد معك شوية طيب نقول من مهام الرقابة الادارية الكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التي تطع من العاملين اثناء مباشرتهم لواجبتهم ووظائفهم او بسببها ساعة محمد علي لتحقيق هزالة ده بص المقدمة دي كلها كلمة السر فيها الكلمة دي الرقابة الادارية ولازم انتعرف ان الرقابة الادارية او الهيئات الادارية لها علاقة بايه لها علاقة بالموظفين اي موظف بيبقى مسؤول من الرقابة الادارية او النيابة الادارية او المحكمة الادارية لانه هو يعتبر موظف الجهاز الاداري للدولة جميل محمد علي بقى طبق الكلام ده فين وانت مغمض لو انت مستدعي المعلومات بتاعتك كويس وحافظ تقدر تحل اه حافظ يا لب احنا قلناها في اللايف اللي قبل كده وبنقولها طول السنة والمفروض مدرسينك معلمها لك ان اصلا عشان افهم وربط واستنتج واجيب الاحداث مع بعض لازم ان اكون حافظ المعلومة اصلا ما تقول ليش ما بحفظ انت مش داخل بالكتاب الكلام ده لما بدأ النظام ده كان الكلام يقول لك وبنبوك فانت داخل بالكتاب فهتدور على المعلومة في الكتاب حتى ساعتها كنا بنقول للطلبة لا لازم ان تحفظ لانك مش هتقدر تدور في 142 صفحة في كتاب المدرسة الصفحة الواحدة فيها 23 صاط وما احنا ليه قاعدين نقول التاريخ لوحده التاريخ لوحده وعشان احنا بندرسها لا التاريخ في حتة لوحده بسبب حجمه ضيع في المواد الادب التاني طيب حضرتك حافظ المعلومة هتعرف تجاوب مش حافظها حافظها تقول لي فاهمها لازم ان هو بيسأل على الفهمها استنتاجها بس الاساس ايه حافظها يعني الديني مسأل كده ودين الناس كلها شايفيننا دلوقتي حضرتك لما يجي اسألك مثلا سؤال يقول لك ايه لعبة الزعامة الشعبية دورا هاما في الاحداث السياسية خلال الاقد الاول من الكرن التسعتاشر يبقى هنا بيتكلم عن الزعامة الشعبية دورا هاما وكان اولها اولها يعني ايه يعني هو هيجيب لي اربع مهام او اربع حاجات عملتها الزعامة الشعبية بس هو عايز الاولى منها عايز الاولى منها يبقى انا لازم انا اكون معارف الاحداث بالترتيب يبقى عارفها ازاي حافظها حافظ الاحداث مع ايه بالترتيب حافظ ان الزعامة الشعبية عملت حاجات كتير جدا في الاقد الاول ولازم ان كمان تبصه وكاتب اني فترة زمنية وهتشوف دلوقتي ساعات الفترة الزمنية تفرق في الايجابة ومنع نرجع لموضوعنا مجلس التجارة ده هيئة قضائية عن شأها محمد علي للنظر في القضايا التجاري سواء بقى المصرين او الاجانب وعلى فكرة اول هيئة قضائية اشترك فيها الاجانب عهد محمد علي كان الاجانب تمثيل في هذا المجلس توقع تنسي جمعية الحقانية دي محكمة او جمعية لمحاكمة كبار الموظفين عام 1842 وكانت بمثابة محكمات جنح وجنايات وحنا قلنا قبل كده الجنحة والجناية هي ايه الجنحة ان انت بتعمل خطأ غير مقصود اما الجناية انك بتعمل خطأ مقصود يعني واحد موظف مثلا اهمل في الشغل بتاعه فحصل مشكلة في الشغل بتاعه ويبقى دي جنحة انما لو هو اهمل بسبب فساد من عنده هو فاسد يبقى هنا ساعتها دي جناية جمعين مجلس المشورة ودي هيئة استشارية انشاءها محمد علي تتكون من كبار الاعيان والعلماء والموظفين وهدفها الاستشارة في امور الادارة والتعليم والاشغال العمومية المجلس المخصوص وده مجلس يتكون من كبار الهيئات الموظفين ودي تعتبر هذا المجلس هيئة تشريعية وبيصدر التعليمات تعال بقى بعد اذن معاليك كده بصلي كده مين فيهم جبنا سرية الموظفين جمعية الحقانية يبقى الاجابة هنا جمعية الحقانية لانها بتحاكم كبار موظفين فوق لي بقى اسأل ممكن ما اكتب لكش جمعية الحقانية لعبة بقى اللي عايزها لعبها ممكن يلعب لك لقى اسمها الاسم والوصف يعني ايه يعني الاجابة جمعية الحقانية بس انا عايز ارخي مع الطالب شوي عايز اخليه اشتغل مهارتين في عقله مش مهارة واحد عشان السؤال يبقى عليه درجتين كده السؤال ده عليه درجة واحد ليه؟ لان هو الطالب هيستدقى مع جمعية الحقانية بتعمل ايه؟ فيعرف ان هي بتحاكم كبار الموظفين فاقفى من ايه الرقابة ايه؟ اللي ده ريه طب انا عايز اخلي الطالب يفكر اكتر يتعب اكتر او ما قيل له ايه؟ بدل ما اقول له جمعية الحقانية اقول له المحكمة التي كانت بمثابت محكمة جنح وجنايات او الهيئة القضائية التي كانت بمثابت محكمة جنح وجنايات يبقى انا كده جبت له جمعية الحقانية بس من غير ما اقولها لهم طريقة مباشرة او ممكن ارخم عليه اكتر واقول له الهيئة القضائية التي انشأها محمد علي عام 1842 ما هي هي برضو جمعية الحقانية ده انا ممكن عليه ارخم عليه اكتر واكتر وبدل ما اقول له جمعية الحقانية بطريقة مباشرة اقول له ايه؟ الهيئة القضائية التي اصبحت مجلس الاحكام عهد سعيد لان انت لازم ان تكون عارف ان جمعية الحقانية جت ايام سعيد وتسمت مجلس الاحكام واصبحت هيئة استئناف عليا او ممكن اقول له الهيئة القضائية التي اصبحت التي اصبحت عهد سعيد بمثابت هيئة استئناف عليا يبقى كل ده أنا بلعب في كلمة الجمال حقا نيبس وعشان كده بيقول نظام الجديد بحر ملوش نهاي لازم تكون المعلومة محفوظة بحيث أن أنا مهما حاول يغير معايا في الألفاظ يغير معايا في طريقة عرض السؤال تبقى المعلومة في دماغي وأقدر أستدعيه وعشان كده لما تقولي أنا عندي مشكلة في فصل من الثمن فصول أول حاجة لازم أن تعملها أول حاجة لازم أن تعملها أنك تتأكد أن معلومات الفصل ده في ذهنك ولو بنسبة 70-80% من المعلومات يبقى الإجابة هي جمعية الحق نيب حاجة أخيرة تعرف ده شكل السؤال اللي نحن نتضرب عليه في الامتحان ممكن ما يجب لك شكت ممكن ما يحول لك السؤال ده لصورة إزاي؟ أجيب لك صورة عادية كده وأقول لك من خلال اطلاعك على الصورة التي أمامك ظهرت مثلها أو هيئة قضية شبيهة لها في عصر محمد علي تتمثل فيه وقوم كتب لك على الصورة أو جيب لك صورة وكتب لك عليها النيابة الإدارية يبقى أنا كده حولت لك الموضوع من فقرة إلى صورة إنا عايزين يتعلم في اللي في النهاردة إن دخلة السؤال متعددة ممكن دخلة السؤال تبقى خريطة ممكن دخلة السؤال تبقى صورة ممكن دخلة السؤال تبقى فقرة من كتاب ممكن دخلة السؤال تبقى بيت شعر ممكن دخلة السؤال تبقى قول من الأقوال التاريخية ممكن دخلة السؤال تبقى نص تاريخي ممكن دخلة السؤال تبقى إحصاء تبقى بيان دخلات السؤال مختلفة في النهاية هو بيبقى ليه هدف من السؤال عايز يوصله طيب نشوف عندنا خريطة اول حاجة لازم نعملها لما جينا سؤال خريطة هتلاقي سؤال خريطة لازم تعمل تشوف الخريطة بتتكلم عن ايه تشوف عنوان الخريطة رقم واحد وتشوف مفتاح الخريطة رقم اثنين ادي عنوان الخريطة مكتوبة عشان لو ضاء مش بينالك معارك المماليكة والفرنسيين عند دخولهم الى مصر بقى انت كده عرفت الخريطة بتتكلم عن ايه اثنين بتبص حاجة اسمها مفتاح الخريطة ايه مفتاح الخريطة بيبقى في مربع كده موجود بيبقى كاتب فيه مؤشرات معينة او معلومة معينة عايزة يوصلها ودي مهمة جدا وهتشوف معايا في خراية تانية دلوقتي خط سير قوات الفرنسية الاكس دي المعارك يعني هنا بيعمل المعاركة اهيه وهنا طبعا معركة شبرخيت في البحيرة وهنا معركة امبابا جميل او نرجع للسؤال كده انا فهمت الخريطة بتتكلم عن ايه من قبل موصع السؤال ظهرت المواجهات العسكرية بين المماركة والفرنسيين لاحظ معايا بس الكلمة دي مواجهات ايه عسكرية قبل احتلال الحملة الفرنسية لعاصمة البلاد يبقى هنا بيتكلم عن المواجهات العسكرية قبل دخول الفرنسيين القاهرة يبقى حدد لي هو بيسأل على اني جزئي لاني مش بيسأل بعد كده هو بيقول قبل الدخول يبقى معنا كده نو بيسأل عن فترة من اول ما الحملة دخلت اسكندرية عدت على شبرخيت دخلت امبابا راحة القاهرة يبقى في الحتة دي في الجزئية دي في الجزئية دي بيتكلم عن معركة شبرخيت و امبابا ماشي اظهرت تلك المواجهات اللي هي شبرخيت و امبابا ايه المواجهات دي اظهرت ايه تيجي نرجع للمنهج الاول قبل ما نبص على الاختيارات ما انا بقولك استدعي المعلومة في زهنك ام لما تبص على الاختيارة هتلاقي نفسك قرفت جدا من الاجابة في شبرخيت و امبابا شبرخيت كان قائد المماليك مراد وتهزم وهرب لامبابا فوقف مع ابراهيم وتحلفه مع بعض ضد الحملة ولكن اتهزم برضه فمراد هرب للصعيد لاستكمال المقاومة وليس جبنا اما ابراهيم خد الولي العثماني وهربه الى الشام صح كده طيب في معلومة عندك في كتاب المدرسة هو بنص الكتاب بيقولك ايه وتعددت هزائم المماليكة من الحملة الفرنسية بسببين استنزاف قوتهم واهملهم تحسين حدود البلاد جميل نقرأ بقى اظهرت المواجهات ان مهارة المماليك العسكرية القتالية يعني شبرخيت دي ظهرت مهارتهم ده تهزموا امبابا تهزموا يبقى كده ظهرت مهارتهم العسكرية هم كانوا بيعرفوا حربوا بس هل هم قد الفرنسيين لدرجة انهم اظهرت مهارتهم العسكرية لا بالعقل لا اهمية التحصينات العسكرية للبلاد ان المواجهات دي اثبتت ان كان لازم يبقى عندنا تحصينات اه لان كتاب المدرسة بيقولك وسبب هزائم المماليك اهمل تحصين حدود البلاد يعني لو كانوا اهتموا بتحصين حدود البلاد ما كانش هتحصل الهزائم دي ده الاستنتاج بس انا مش اقول ان هي الاجابة انما هعملي هعمل كده بيني وبين نفسي كأن بزيهن كده شرطة ان دي محتملة للاجابة قد ما خلص بقيت الاختيارات لاني لازم نطمن ان الباقي مش نافع عشان نطمن لاجابتي بنسبة 100% سوء العلاقات بين قيادات المماليك واحد يقول لي اه ده كانت بينهم استنزاف قواتهم بسبب صراعاتهم الداخلية جميل بس الكلام ده ايه باشا اثناء المواجهتين دول كانوا هم بيحاربوا بعض لا كانوا ساعتهم بيبقى مش بشاكل لا والدليل ايه ان مراد وابراهيم بقوا يد ايه واحدة يبقى سوء العلاقات بين قيادات المماليك ما ظهرتش في شبراخيته ومبابا لانهم اتحالفوا مع بعض في اه بين ابراهيم ومراد لان اتحالفوا مع بعض في مبابا يبقى دي مستبعد جاهل المماليك بدور حروب المناوشات لأ طبعا ما تنفعش لانه اصلا في الجزئيتين دول ما كانش فيهم حروب مناوشات اساسا بس المماليك اصلا عندهم برضو خلفية عن حرب المناوشات وهو تنسى الحد تليه عندك دليل ان المماليك رغم مهارتهم او قدراتهم العسكرية او قدراتهم في الحرب الان هم بيعرفوا يستخدموا حرب المناوشات والدليل المنهج برضو لما بيقولك ان من اسباب شدة المقاومة الصعيد ضد الحملة الفرنسية تحالف الاهالي مع المماليك واتباع حرب المناوشات يبقى المماليك اللي عندهم خلفية عن هذه الحرب يبقى الاجابة برضو مستبعدة يبقى اهمية التحصينات العسكرية لحماية البلاد وعلى فكرة ممكن برضو نستنتج بدل ما اقولك ظهرت اقولك تستنتج من هزائم المماليك مع بداية الحملة الفرنسية اهمال ادارتهم لشؤون الاقلين لانه هم من مهمهم كحكم اقلين كما ترك لهم السلطان العثماني انه يهتموا بالتحصينات وهم اهملوا التحصينات جميل في مايو عام 1805 كان ميلاد اول صق اجتماعي اول ما بتلاقي صق اجتماعي طيما دماغك بتجيب لما زعام الشعب اجتمعت في دار المحكمة 13 مايو 1805 بقيادة عمر مكرم نقيب الاشراف وقراروا انه هم يعزلوا خرشد ويعينوا محمد علي ووضع اول صق اجتماعي اول عقد اجتماعي اول دستور اجتماعي لما قالوا لمحمد علي ان تحكم بالعدل ولا تصدر قراره الا بمشهوراتنا واذا خلفت هذا عزلناك وطبعا لازم ان تعرف ان احنا جبنا الجرأة دي وعرفنا يعني اين شارك في الحكم بعد ما خدنا خبرة من الدووين اللي عملها نابليون جميل نرجع للموضوع كان ميلاد اول صق اجتماعي في تاريخ مصر والوطن العربي الحديث جاء هذا الصق الاجتماعي كنتيجة لممارسة للممارسات التي تمت فيه يعني اشنا جبنا عملنا الصق ده بناء على ايه بناء على خبرتنا اللي جبناها منين ايوة انت بتقول لوحدك هو عن طريق الدووين اشتراكنا في الديوان العام وخبرتنا السياسي مش نابليون ضربنا على الحكم في الديوان العام تعالى نشوف المجمع العلمي المصري قال احنا اتضربنا في المجمع العلمي المصري عن الشأن السياسي لا مجمع العلمي كان بيضم علماء فرنسيين وكان بيضم الدباطز الخبرى العلمية الفرنسيين ما كانش فيه علماء مصريين علماء مصريين ده كانوا علماء أظهر علماء دين جميل الدووين الاستشارية احتمال ليه؟ لأن الديوان العام يعد دوان استشاري ليه دوان استشاري؟ لأن من الأوجه النقد الموجهة ليه أن الديوان العام والدووين الفرنسية كانت مقيدة بالمصالح الفرنسية وكانت نقلا شكليا للسلطة طب نبص على اللي بعدها نعملها احتمال كده مع نفسي واحدة واحدة معي ثلاث دقايق معي 180 ثانية في كل سؤال مع نفسي وما استعجلش العادات والتقاليد احنا عملنا الصق الاجتماع عشان العادات والتقاليد يا راجل طب والعادات والتقاليد دي ما عملتش قبل كده ليه صق اجتماعش معنا في الفترة دي طبعا ما لاش علاقة السلطة القضائية ان احنا اشتركنا في السلطة القضائية احنا اشتركنا في السلطة القضائية كازوا عماء شعب فعلا بسبب تمسيل القضاء بس ايه علاقتها بان احنا نضع الصق الاجتماعي. الصق الاجتماعي ما اذاe انا حافظ بنوده استعاد العالمة اعرف انه ليه علاقة B시고 Handahadi اليدوائن الاستشارية وممكن في الامتقان لا اقول لكش الدوائن الاستشارية اقول لك الديوان العام وممكن في الامتقان لا اقول لكش الديوان العام ارجو انه اقول لك انه سن consiste related to sustainable development اقول لك لنتيجه الممارسات التي تمت بناء amplifying theули الخاصة تجربة السياسية الفرنسية وممكن لا اقول لكش الى دا ولا دا ممكن code green topic ازاي؟ اقول لك عن طريق المشاركة في الديوان الذي رأسه عبدالله الشرقاوي يبقى بدل ما قولي الديوان العام جبتلك الاسم بتاعه عن طريق انه هو رئيسه كان عبدالله الشرقاوي انتم عارفين تم اختياره بالاقتراع السري جميل تهددت دولة محمد علي من داخلها في اعقاب توقيع صلح كتيهية عام 1833 بسبب جميل نحلل السؤال اقول بسم الله نحلل السؤال ازاي؟ هو بيتكلم على خطر تعرضت له دولة محمد علي بص بقى وانت بتقرى مستعجل مش هتاخد بالك من دي اخدتش بالك من دي الاجابة ضاعت عليك بيقول من داخلها يبقى بيتكلم هنا وانا بحلل السؤال عن خطر داخلي واجه محمد علي وليس خطر خارجي يبقى ايه خطر خارجي مستبعد في اعقاب يعني بعد توقيع صلح كتيهية يعني الكلام ده اللي هو عايزه بعد هذا الصلح بعد هذا الصلح لأن الفترة الزمنية تفرق ما دولة محمد علي وجهت كذا خطر في كذا وقت في كذا نوع؟ هل خطورة دولة محمد علي بعد ما مسك الحكم فرمان نقله؟ بعد ما مسك الحكم من حملة العسكرية حملة فريزر؟ محاولة الانجليزية العسكرية اللي جات على السواحل الشمالية جات على اسكندرية عام 1887 في شهر مارس؟ ما دي خطر؟ ما بلطاليمان خطر على محمد علي؟ ما لاندن خطر على محمد علي؟ بس لاحس بقى معاين هو بيسأل على محاولة أو خطر واجه دولة محمد علي بعد صلح كتاهية يعني بعد الفترة دي بعد 1883 ويكون من الداخل نبص على الاختيارات ده سائس السلطانة ضده ده سائس ممكن على فكرة لو أنا حافظ المادة هجيبها إزاي؟ عدرتك بعد ما محمد علي عمل صلح كتاهية وحدد اللي هو عايزه اتدى يفكر في الاستقلال عن الدولة العثمانية ففكر مرتين عام 1834 وكان ساعتها بيصارح قناس الأوروبا بيستشيرهم ولكن هم حذروه أو ما حبوش يشجعوه عشان هم عايزين محمد علي يفضل زي ما هو قدم السلطان يجهز ويقدبه بس هما كان بلابه على الوينجين على الطرفين واتدى يفكر مرة تانية عام 1838 بسبب بنص الكتاب ده سائس السلطانة له في الشام والدسيسة هي المؤامرة الداخلية ده سائس السلطانة له في الشام لما السلطان حرد أهل الشام للصورة ضد محمد علي أو للصورة ضد الحكم المصري واستغل أخطاء محمد علي عملها في الشام أوه محمد علي عمل أخطاء في الشام طبعا محمد علي لما حب يطبق نظام الدولة الحديثة في الشام انتوا عارفين محمد علي كلم ياخد مكان يتبع المجال الحاوي بيعمل فيه إصلاحات ويخليه يتبع الحكومة المركزية في القاير محمد علي فرضت تجنيد الإجباري على أهل سوريا والشام ونزع الأسلحة من الأمراء الإقطاعيين وده ديقتهم قوي لأن من ثقافتهم من الأمراء يبقى معهم سلاح فلما نزع منهم الأسلحة عشان يقرر مبدأ سيادة الدولة غضبوا منه مين استغل هذا الغضب عشان يقومهم على محمد علي ويحرضهم عليه كان السلطان للعصو يبقى بنص الكتاب ده سائس السلطان هي خطر داخلي واجه محمد علي وذكرت مرة أخرى لو فاكر لما جاء لك أن محمد علي رفض معاهدة لندن في البداية وشجعته فرنسا عن رفض ثم أجبر على الاستسلام لها ليه بقى؟ بسبب رقم واحد أن فرنسا تخلت عنه وانضمت للدول الأوروبية رقم اتنين بسبب قيام صورة ضده في سوريا ما هي الصورة دي أصلا كانت نتيجة حكتين أفعل محمد علي وده سائس السلطان طب نجرب بقية الاختيارات تسليم الأسطول العثماني لمحمد علي تسليم الأسطول لمحمد علي ده يعتبر خطر داخلي لا طبعا موقف دول أوروبا من توسعاته دول أوروبا يبقى خطر خارجي فشل جهود فرنسا المسندة ليه طبعا برضو فرنسا تعتبر خطر خارجي يبقى الوحيدة اللي تنفع خطر داخلي ده سائس السلطانة ضده تمام؟ يبقى الدسائس هي المؤامرات الداخلية لتتبعتها الدولة العثمانية ضد محمد علي في سوريا والشام كنوع من أنواع يضعافه عشان يستسلم ليها والقرارات جميل السؤال ليه بعده؟ سؤال قايم على أن أنا جيب لك ثلاث مجالس أو ثلاث هيئات أو ثلاث فاجات ويجيب لك بينهم أو يسأل عنهم وجه شبه أعرف دايما لما بيحب يسأل عن اختلاف بيجيب لك حاجتين يعني عنصرين ويسأل لاختلاف إنما لما يجيب لي ثلاث عناصر أو أربع عناصر بيبقى بيسأل هنا عن شبه لأنه مستعد أسألك عن اختلاف بين ثلاث عناصر أو أربع عناصر الديوان العالي ولازم أن الطالب يكون حفظه عشان يستدعي معلومته عشان يعرف يجاوب المجلس العمومي والمجلس المخصوص ظهر وجه الشبه فيما بينهما من خلال اختصاصهم بإيه؟ طب قبل ما تبص على الاختيارات تيجي تستدعي المعلومة من ذهنك؟ هتبرني أنا أنت وبنستدعي المعلومة سوا؟ الديوان العالي تعريفه إيه؟ هو ديوان رئيسه يعد نائب محمد علي أو نائب الباشر ويبحث في شؤون الحكومة الداخلية يبحث في شؤون الحكومة الداخلية ولا تنسى أن هذا الديوان لثلاث أسماء فيسمى الديوان العالي ويسمى الديوان الخديوي ويسمى الديوان الداخلية كمان وذكر في المنج بثلاث أسماء ولا تنسى أن هذا الديوان لمهام سياسية اللي هي شؤون الحكومة الداخلية وله مهام قضائية حيث ومنحه محمد علي اختصاص قضائي ولاحظ ان من هذا الديوان نكتشف ان محمد علي لم يفصل بين السلطات يعني لو قال لي استدل ان محمد علي لم يتبع مبدأ الفصل بين السلطات من خلال مهام اقول له الديوان العالي لانه عنده مهام سياسية وعنده مهام قضائية يبقى فين الفصل بين السلطات الفصل بين السلطات ان كل سلطة تختص بيها مجلس او هيئة معينة تمام يبقى اهم حاجة انا افتكرت الديوان عليه يبحث فيه شؤون الحكومة ده إليه زي وزارة الداخلية دلوقتي المجلس العمومي مجلس أنشاء مصمد علي عام 1847 هدفه إيه؟ هدفه البحث في شؤون الحكومة العامة العادية الروتينية المعتادة النمطية الطبيعية لما فاش حاجة غريبة المهام اليومية عمومية عن المهام اليومية والمعتادة أو المقررة أما المجلس المخصوص يبحث في شؤون الحكومة الكبرى ويصدر اللوائح والقوانين ويصدر التعليمات وعشان كده بنعتبره هيئة أشرائية ويصدر التعليمات ويبحث في شؤون الحكومة الكبرى فهو هيئة أشرائية وهيئة تنفيذية يعني يعتبر برضو مثال لعدم الفصل بين السلطات جميل تعال بقى الشبه لو لاحظت وأنا باتكلم إنهم كلهم بيبعثوا في شؤون الحكومة شؤون الحكومة الداخلية شؤون الحكومة العامة شؤون الحكومة الخصة والكبرى تعالى تشريع اللوائح والقوانين ما تنفعش لانها تنفع مع ده ما تنفعش مع الاثنين التانين النظر في شؤون الحكومة قلنا احتمال كبير جدا بس عايزة بص على الاثنين التانين عشان نطمن ان اجابتي صح 100% اصدار التعليمات اللي بيصدر التعليمات المجلس المخصوصة البحث في شكاوي الناس البحث في شكاوي الناس ما لهمش علاقة بيهم يبقى الاجابة بتاعتنا هي النظر في شؤون الحكومة باختلافاتهم بقى سواء شؤون الحكومة الداخلية أو العامة أو الشؤون الحكومة الخاصة هللنا السؤال إزاي استدعينا المعلومة واتدعينا نربطنا بينها بعد إذنك فوى وبإذن الله أتعرف واحدة واحدة النواية الطيبة لا تبرر عمل خاطئ ده سؤال مقالي هو عشان برضو نشوف الدنيا مع بعض أبدا كيف تحققت تلك المقولة طيب أنت الجملة كده فهمت منها حاجة أنا فهمت الجملة أن واحد عمل حاجة كويسة بس جابت نتيجة سيئة أما الحاجة نيته حير فيها بس جابت نتيجة شر أو زي ما بنقولها كده بالعامية المصرية جيكا حالها عماها أو لم يأتت عواقب الأمور عكس ما خطط له إلعب بقى بالألفاظ والجمل بتاعتك كيف تحققت تلك المقولة من مقتل السردار عام 1924 يبقى لازم أن أدور على دي في دماغي وفي ذهني وأنا قلت لك المعلومة دي مهمة جدا حدثة مقتل السردار عام 1924 السرليستيك غاية الأهمية قدسة 4 فبراير 1942 ومحاصرة أسر عبدين غاية الأهمية الحواديث دي ما ينفعش أنك تهملها لازم أن تكون حفظها زي اسمت طيب أنا عايز أزبدة حضرتك إيه اللي حصل اللي حصل إن سعد زغلول أول وزارة شعبية بإرادة شعبية دليل على نجاح الليبرالية في مصر سعد زغلول يا أسدزة مسك حكم مصر أو وزارة مصر عشر شهور عمل مجموعة من الإنجازات في عشر شهور غير طبيعية فصل العملة المصرية عن العملة الأجنبية وحرر الاقتصاد المصري وزع عراض الحكومة على صغار الفلاحين عشان يواجه تداعيات البيوع الجابرية وأصارها السلبية على الفلاح المصري ده مش كده وبس ده شجع الحركة الوطنية في السودان التي تدعو إلى وحدة مصر والسودان وحدة وادي النيل ده كمان ألغى النجلزة والتبع التمصير ده كمان زود من ميزانية وزارة المعارف ووضع مشروع قانون للتعليم الإجباري للبنين والبنات انت متخيل كل ده عمله في عشر شهور وده عشان هو جاي بإرادة الشعب فعشان كده طالما جاي بإرادة الشعب فساعة لإرضاء الشعب وساعة لخدمة الشعب عكس الحكومات اللي عكسه ده طبعا ده كان اسم حكومة أغلبية حكومة الوفد لأنه كسب البرلمان وكسب الانتخابات من نسب 90% فجاء بإرادة شعبية عكس الحكومات اللي كان أحمد فؤاد بيدربوا بيها لو فكر اسمها حكومة الأقلية لم تأتي بإرادة شعبية جاءت برغبة الملاكية فكان ولا أهل الحكم الملكي وللديكتاتوري طيب كيف تحققت تلك المقولة من هذه الحادثة ساعد زغلول دخل في مفاوضات مع إنجلترا اسمها سعد مكدونالد سعد ده رئيس وزراء مصر مكدونالد ده رئيس وزراء إنجلترا المفاوضات دي في نفس السنة 1914 وفشلت كالعادة لأن مكدونالد أصر على بقاء القوات البريطانية في قناة السويس أهم حاجة عنده فالمفاوضات فشلت عادي المفاوضات بتحتاج نفس طويل ممكن تقعد بدل سنة سنين المهم ما نتحورش الفعلي يجيب علينا نتائج عكسية فشوية متطرفين من المصريين شوية مصريين عاملين نفسهم أسكية وعايزين يغدموا القضية الوطنية وعايزين ينتقموا من إنجلترا إن المفاوضات بتاعت ساعد زغلول فشلت عملوا قتلوا القائد العام للجيش المصري في السودان وكان اسمه ليستاك ويلقب السير ليستاك فممكن في المتاحة نقول لك مقتل السير ليستاك أو مقتل السردار أو مقتل القائد العام للجيش المصري في السودان قتلوا على أساس أن هما كده بينتقموا من إنجلترا ولكن اللي حصل جبت نتيجة عكسية إن إنجلترا استغلت هذا الخطأ اللي قام ببعض المصريين عشان يتخلصوا من حكومة ساعد لأن هما ما كانوش طيقين ساعد بسبب اللي بيعملوا في السودان راح هم موجهين انذار لوزارة الشعب ووزارة ساعد عايزين تعود نصف مليون جنيه وسحب الجيش المصري من السودان طبعا ساعد كان في موقف صعب طب يعمل إيه البلوة دي جات له منين جات له من بعض المصريين بيقولوا هنغدمك فرع عملي ساعد راح مقدم استقال لأنه لو وافع الإنذار هيفرط في السودان ولو رفض الإنذار بيهدده يحتل له مصر شبر شبر كمان فرح مقدم استقال تروح الملك استغل الموضوع وراح معين أحمد زيور بدون انتخابات من حكومات الأقلية فيعتبر الملك انتهك الدستور وعبس بالدستور أحمد زيور وفع الإنذار يبقى بعد إذن حضرتك أنت هتقول هنا إيه عندما قام بعض المصريين بقتل السيرليستان وقدمت إنجلترا إنذار لحكومة ساعد أدى إلى استقالة أول وزارة شعبية يبقى استفادنا لما استقالت أول وزارة شعبية لبرالية جاية بإرادة الشعب وعبس الملك بالدستور إن الملك استغلت السيدان بين الوافد وبين إنجلترا عشان يعبس بالدستور وبالحياة الدستورية وافرد الحكم الدكتوري وسحب الجيش المصري من السودان يبقى أنت أثبت من الجمل التلاتة دول استقالت ساعد وعبس الملك بالدستور وسحب الجيش المصري من السودان أن هذا المقتل هذا الرجل ما جابش لنا نتائج إيجابية دي جاب نتائج سلبية أمامك خريطتين ودينا بنسمع بعض كلنا هنا خريطة فلسطين في غاية الأهمية صريطة لجنة بيل وتقسيم الأمم المتحدة في غاية الأهمية مهمة جدا صح صح لشوي أمام الخريطتين لتقسيم فلسطين الأولى عام 1937 الأولى عام 1937 والتاني عام 1947 لا استنتج من خلال الخريطتين أن واجه الاختلاف يكمن فيه قدرتك بقى عريتي السؤال بتبص على الاخترارات يا ميبيا ما أنت لازم أن تبص على الخريطة الأول لأن السؤال أقيم عليه تعالى ونبص على تحليل ومتحليل الخريطة حضرتك ده قرار تقسيم ده عنوان الخريطة الأمم المتحدة يبقى ده بتاع 1947 أو يبقى التاني ده قرار تقسيم لجنة بيل ده 1937 جميل فيه بقى أجه اسمها مفتاح الخريطة لازم تبص له كويس لأنه هو الإجابة بتبقى فيه الإجابة بتبقى في مفتاح الخريطة مكتوب لك هنا الألوان ورسومات وطبعا هنا بالنسبة لك الشاشة ممكن في الامتحانة تبقى أوضح من كده وكاتب لك يعني مثلا عمل لك ايه معلم لك باللون ده كده وكاتب لك ده دولة عربية مقترحة المكان ده كده اللي باللون ده لو انت شايفه الدولة العربية المقترحة جميل والمكان اللي باللون ده الدولة اليهودية بص حجمها كان عامل ازاي أما المكان المخطط ده اللي فيه القدس لانتداب البريطاني اللي فيه انتداب بريطاني لأنه كان التقسيم دولة عربية دولة يهودية والقدس والأماكن المقدسة تحت إدارة انت ده بريطان. تعال بقى في قرار الايه؟ الفلسطين. باللون البرتقاني ده ده مكتوب لك فيه الدولة المقترحة لليهود. بص دولة اليهود حصل فيه ايه؟ بص معي بص معي بص معي بص بفرق بين الحجمين. بص حجمهم هنا عمل ازاي؟ وبص اللون بتاعهم بقى ازاي؟ يعني ما بين التقسيمين عشر سنين زودوا المساحة بتاع دولة اليهود. زودوها اضعاف في فلسطين. تعال. وباللون الاصفر ده الدولة العربية. بص حجمها تقلص ازاي؟ قال. قال. وباللون البيت ده المنطقة اللي هتتم حوضعها تحت ادارة دولية للقدس لان اللي تن كانوا بتخنقوا عليها. اللي يهود بيقوله حقنا والعرب بيقوله حقنا فقال لك خليها ادارة دولية. قالوا. بصت على الكلام ارجع بقى. انا عايز وجهي الاختلاف يكمن فيه. عايز اختلاف. لو ما خدتش بلك من كلمة اختلاف هتبقى عندنا مشكلة. انا عايز اختلاف بين القرارين. الدولة التي تتبعها منطقة قطاع غزة. قدرتك قطاع غزة. لو بصيت وعارف مكانها هتلاقي ان قطاع غزة في الحالتين يتبع الدولة العربية. اهو ده كانت هنا دولة عربية وكانت اللاصفر ده الدولة العربية. حلو كده فالتنين قطاع غزة يتبع العرب. يبقى ما تنفعش اختلاف دي شابه. طيب. وضع معظم سواحل البحر المتوسط. معظم سواحل البحر المتوسط فيه تشابه هو هو. نفس الكلام الجزء اللي مع اليهود والجزء اللي مع العرب. يبقى ده شابه. انا عايز اختلاف. الحدود بين فلسطينة والجمهورية السورية. الحدود بين فلسطينة والجمهورية السورية ما تغيرتش يبقى ده واجهش هابه. الدولة الموجودة على رأس الخليج العربي ده انت لو ما تفهمش حاجة في الخرائط. فين رأس خليج العقبة ده خليج العقبة يا قلبي اهو ده. ده خليج العقبة. ده خليج العقبة. ده خليج العقبة. لما تبص هنا الدولة اللي هنا باللون ده احنا اتفقنا ان دي الدولة الايه في تقسيم بيل ده الدولة العربية. طب لما تبص هنا دي الدولة ايه في تقس ده الدولة اليهودية يبقى هنا كان الجزئية دي كده تبع العرب هنا بقت تبع اليهود يبقى معنا كده الدولة الموجودة على رأس خارج العقبة اختلفت يبقى الإجابة ايه بص عملنا ايه تقول لي ده احنا خدنا جاربا خمس دقايق وايه المشكلة المهم نوصل لان الإجابة هتبقى صح تحليل الخريطة بنقرأ عنوان الخريطة بنقرأ مفتاح الخريطة ولازم ان تعرف ان اي صورة او خريطة محتوطالك ما بتبقاش عشوائية بيبقى فيها خط للإجابة دليل على الإجابة اشارة للإجابة سهم بيقولك الإجابة هيه بس انت تأنى بتستعجل مش ينفع طيب الغزلانة دائما تريد الموت وسط اهلها اما الصقور دائما لا يهمها اين تموت يا سيدي طالما تسعى لتحقيق اهدافها يمكن القولة بأن من الصقورة المصرية دي من الجمل يا حبيبي جمل جميلة جدا بيشبه لك فرقين يقولك الغزال او الطبعه ان هو يموت في وسط اهل ومش فرقة مع اي حاجة تاني اما الصقر لا عنده هدف هيحققه في اي مكان المهم يوصل له المهم يوصل له يعني هدفه كذا هيروح له ان شاء الله يعدي له قرة تانية تمام كده من اللي ينفع يتقلع علي الجملة دي بقى من العقل كده وبتخليلك للكلام بيسألني على واحد حاول يحقق اهدافه من مكان تاني من مكان غير بلده ومن مكان غير مصر تعال عبدالعال حلمي تسميت ان عبدالعال حلمي رح حتى تانية غير مصر ما حصلش ده ما شاء الله طيب مصطفى كامل جميل بس مصطفى كامل زار فرنسا بس رجع كامل كفاحه فين في مصر بس هنقول مشكوك فيه جميل نحط كده ونشوف يمكن فيه حد اقوى انا مش هستعجل معاك احمد عرابي اتنفى ما رحش يحقق اهدافه بعد ما اتنفى لان اتحكم عليه بالاعدام واخفي في الحكم اللي نفي لجزيرة سيلان وفضل هناك لقد ما وصل لكبر في السن واعتذر الخديو ورجع الى مصر تاني ومات في مصر وهو رجع جاب معا شجر المنجا ومن ساعتها دخلت المنجا مصر ده حقيقة يعني فاحمد عرابي اتنفى لما اتنفى ما كملش كفاح بر ما عملش حاجة بر يبقى الاجابة هي ما تنفعش محمد فريد انا لسه اقول لك من شوية ان محمد فريد يا شباب كمل كفاحه خارج البلاد افتكر معايا عندنا كم معتمد بريطاني تلاتة اول واحد اللي عد 24 سنة ينفخ فينا كرومر معتمد البريطاني ابلين بارنينج كرومر هذا الرجل اللي نفذ السياسة الاقتصادية والسياسية لانجلترا في مصر بحذا فريد بعد كده جلنا واحد يهدينا شوية بعد حد سدون شوية اسمه جورست عد 24 سنة من 1907 ل 1911 وحاول يقرب لنا لمجرد التهديئة بعد كده مات جورست فيجيب لك واحد اسمه كتشينار كمل النفخ مرة تانية كتشينار ده صاحب القبض الحديدي اللي اعاد الحكم المطلق واعاد النجلزة والغى التمصير وعطل الصحافة اللي مسك البلد بيد من حديد كتشينار وكان من ضمن قادة الحركة الوطنية ساعتها كان محمد فريد اللي ما سلمش من كتشينار يا راجل ده متمت فريد كتب مقدمة لديوان شاعر شاعر اسمه علي غايتي كتب ديوان شاعر اسمه وطنيتي طلب من محمد فريد يكتب له كلمتين اهداء مقدمة راح كتشينار استغل هذه المقدمة واتهبه بالتحريض على الثورة ضد انجلترا وسجن ست شهور وبعد ما تسجن ست شهور راح عمل ايه خرج من السجن كتشينار بيتلكيك له اسجينه تاني يعني متربس به فاضطر ان هو يسيب البلد ويرح فين ويرح يكمل كفاحه في المانيا وفعلا انفضل في المانيا لحد ما مات عام 1919 يبرج الكمل كفاحه في المانيا لحد ما مات عام 1919 يبقى السكور المصرية تنفع على مأمة فريد وبرضه منها منطلع انه هو قادة الحركة الوطنية من خارج البلاد وزي وزي سعد زغلول برضو قادة الحركة الوطنية لفترة مؤقتة من خارج البلاد تحقيق الوحدة العربية سؤال مقالي تاني سيطرت على فكرة القيادة السياسية في مصر الى للنصف الاول من القرن التسعتاشر والنصف الاول من القرن العشرين عدد القيادة التي سعت الى ذلك واسلوب كل منهما في تحقيق الوحدة نتعرف زمنيا ازاي النصف الاول من القرن التسعتاشر اول ما نلاقي دي في الامتحان يبقى بيتكلم عن محمد علي طيب واكدت على محمد علي لانه بيتكلم عن الرابطة العربية او الدولة العربية او الوحدة العربية او الجامعة العربية طيب في النصف الاول من القرن العشرين هنا بيتكلم عن مصطفى النحاس ولو مش فاكر هو بيتكلم عن مين دور في الفترة دي مين كان بيدعو لجامعة العربية مين ساعة لتخطيط الجامعة العربية من عقد مباحثات سنائية كان مصطفى لإيه النشاس يبقى أول حاجة حددناها ده محمد عالي وده مصطفى النحاس طلعت الاسمين دول في سؤال زي ده خط درجة المهم يبقى يتكلم عن اسلوب محمد عالي ساعة لتكوين دولة عربية لمواجهة الدولة العثمانية يبقى ساعة محمد عالي لتكوين رابطة عربية في مواجهة الرابطة العثمانية من أجل الاستقلال هو بيعمل ده كله عشان يستقل طيب تيجي عند الجملة التانية وتقولي ساعة مصطفى النحاس لتكوين جامعة عربية واستجابة لدعوة إيدن 1943 انتعرفين مستر إيدن وزير خارجية انجلترا دع العرب للوحدة أثناء الحرب العالمية التانية مرتين المرة الأولى 41 تجاهلنا والمرة التانية 43 واستجابنا لي وكانت انجلترا أصلا بتدعونا للوحدة ليس حبا فينا انتعرفين سياسات انجلترا في المنهج أو سياسات الدول الكبرى في المنهج مستبتة ليست على وطيرة واحدة متباينة يعني انجلترا دي نفسها هي والاستعمار كانوا سبب في إضعاف القوم العربية في فترة ما بين الحربين ووضعوا العديد من المعوقات فاكر وانجلترا هي نفسها اللي دعت العرب أنهم يتحدوا لأن مصلحتها كانت الوحدة أتلاحظ حتى أن انجلترا ومدعوة مستر إيدن كان سببها إيه أنها تخفف حدة العداء العربي لها أنها تضمن مساعدتهم في الحرب العالمية التانية أنها زهور الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للوطن العربية فدعا إيدن وزير خارجية انجلترا العرب للقومية أو الوحدة دا اسمه تصريح إيدن 41 أو التصريح البريطاني أثناء الحرب العالمية التانية مرة 41 وتجهلوه ولكن 43 النحاس استجاب وسعى النحاس وسعى مصطفى النحاس لتكوين جامعة عربية واستجاب لدعوت مستر إيدن وساهم فيه إصدار بروتوكول الأسكندرية وإنشاء جامعة الدول العربية كده أنا أثبت أن نحاس محمد علي يقولون عن انتصار مصر في العدوان السلاسي السؤال دا دماغ بقى يا شباب كده وصح صح لي شوية على التحالف الإنجليزي الفرنسي الإسرائيلي أنه نصر له مئة أب يعني لي عوامل مساعدة كثير هذه المقولة ربما تكون صحيح في تعدد عوامل النصر صحيح في تعدد عوامل النصر لكن الأب الشرعي لهذا النصر يكمن فيه ما تبصش على الاختيارات استدعي المعلومة بزيناك لعدوان السلاسي في مصر ليه أسباب وليه أحداث وليه نتائج نتائجه أنه هو نجح ولا فشل 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 لسبب ولا أسباب رد عليها لو أنت مذاكر لأسباب أول سبب أول سبب لفشل لعدوان السلاسي على مصر دور الجيش والشعب بورسعيد تاني سبب رفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة لعدوان السلاسي واستخدام القوة ثالث سبب تهديد الاتحاد السوفيتي للدول المعتادية رابع سبب قيام صورة عمال متعطلين في إنجلترا وفرنسا ضد حكومتهم بسبب العدوان لأنهم لا يوجد شغلهم بيعملوا عدوان سلاسي أو بيعملوا عدوان مسكري على دولة ما إذن كل دي أسباب قدت لفشل عدوان السلاسي وانتقل عدوان السلاسي بإنسحاب إنجلترا وفرنسا من بورسعيد العيد القوم البورسعيد وانسحاب إسرائيل من سيناء وفقت مصر على وجود قوة طوارئ دولية بينها وبين إسرائيل وفي منطقة شرم الشيخ لتأمين الملاحة الإسرائيلية في خليج العقل حلوة ويبقى كل دي اسمها عوامل فشل أنا عايز بقى هنا من فهمته من الكلام الأقب الشرعي أو العامل الرئيسي للفشل تهديد للتحاد السوفيتي عامل بس هل هو الرئيسي؟ تدخل الأمم المتحدة عامل مهم بس هل هو الرئيسي؟ ضغط الولايات المتحدة أكيد لأدور كبير دي أمريكا ساعتها دي رئيسة الكتلة الغربية ولكن هل دور الرئيسي؟ تحقيق الفشل الداخلي قدرتك الديني منطب بيقول إن انت سيادتك نفسك ضعيف من الداخل وفي ناس بيهجموا عليك بيعتدوا عليك كل جرانك وقفوا معك كل الغرب وقفوا معك وجل البوليس وقفوا معك بس انت أصلا أصلا ضعيف كان ساعتها يتم الاعتداء عليك قبل ما حد من دول يساعدك أصدقي أصدي أن رقم واحد الصخرة الأولى التي تحطم عليها العدوان السلاسي الشعب المصري والجيش المصري وعشان كده بنقول إيه؟ تحقيق الحجد الداخلي يعني دور الجيش والشعب في بورسعيد ما ده اسمه الحجد نجحت الحجد لفظ الحجد ده انت عارفه في الدروس المستفادة من الحجد بأكتوبر اني منعهم النجاح حرب اكتوبر واستفادنا نجاح من أهمية مبدأ الحجد بس الحجد ظهر برضو في العدوان السلاسي أي تعاون ما بين الجيش والشعب يعتبر الحجد وساعات بيبقى تعاون ناجحة وتعاون فاشلة يبقى بعد إذن حضرتك الإجابة هي تحقيق الحجد الداخلي يبقى دور الجيش والشعب السياسة ليس لها نظام سابت أتمنى تكون بتكتب الملاحظات دي معايا السياسة ليس لها نظام سابت يحددها إنما تحركها المصالح فقط مش جديدة كلنا عارفين من زمان إن السياسة ليست على وطيرة واحدة ليست لها نظام سابت الدول الكبرى لا تقيم وزنا إلا لمصالح وقلت لك المنهج ماليان مواقف مواقف إنجلترا اللي بتعمل حاجة وعكسها إنجلترا اللي بتكره محمد علي بتكره نظام الاحتقار وساعة للغاء نظام الاحتقار واستفادت من طريق البحر الأحمر بعد تطهيره من الكراسينة باستخدامه عن طريق شركة الهند الشرقية البريطانية فرنسا اللي قالت لمحمد علي أرفض معهدت لندن هي اللي رحت وقفت مع الأوروبيين في معهدت لندن جميع المنهج عندي روسيا اللي كان بتحارب الدولة العثمانية وترجع تتحالف مع الدولة العثمانية وهكذا 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 تأكد صدق هذه المقولة على السياسة البريطانية با هنا بيسأل على تباين يعني أنا ممكن بدل الدخلة دي كلها أقول لك تباين موقف إنجلترا أو تباينت سياسات إنجلترا أو لم تمر السياسة البريطانية الخارجية على وطيرة واحدة أنه بيعمل يبغير الألفاظ بس الإجابة تفضل واحدة دخلة السؤال تفضل واحدة أنا عايز بقى موقف إنجلترا يثبت في منهاجي ماليش ده غير بمنهاجي إنيه عملت الحاجة وعكسها فكرة الوحدة العربية ده أنا لسه إيلها من شوية إنجلترا كأحد دول الاستعمار ما بين الحربين كانت ضد الوحدة العربية ضد القومية العربية وضعت العديد من المعوقات ساهمت في تقسيم الوطن العربي لأجزاء منفصلة زي ما عملوا في سوريا وفرنسا عملت في سوريا وهم عملوا في الاستعمار في كذا مكان صارت العداء الطائفي بين المذاهب والأديان صارت النعرات المحلية زي الفرعونية وزي الفينيقية وغيرها خلق من الجنسية العربية جنسية متعددة إذن كان الاستعمار بما في إنجلترا ضد الوحدة العربية بس إنجلترا نفسها من شوية بقولك في تصريح إيدين دعت للوحدة العربية بعملت الحاجة وإيه وعكسها يبقى احتمال جدا لجابة ده بس لازم نبص على الباقي عايز تطمن خليك هاتي أكتر واحد هينجح في المادة دي هو الإنسان اللي أعصبه في تلاجة حرفيا حرفيا عارف البرود ملحاش حل تاني عشان تقرى بهدوء وتستوعب بهدوء تمام وهكذا يبقى بعد إذن حضرتك فكرة الوحدة العربية ولا قيام عصبة الأمم ما سمعناش إن فيه تناقض من إنجلترا لقيام عصبة الأمم ما سمعناش إن هي معطردة على مؤتمر سانريمودي كانت متفقة مع فرنسا ولا وفي مذكرة فصل إبن الحسين اللي تقدمت لمؤتمر الصلحة الذي يطالب باستقلال البلاد العربية كانت ضدها ما كانتش معاها عشان نقول إن هي موقف متباين فإذن الإجابة هي فكرة الوحدة العربية جميل عندما عرضت عرضت قضية استقلال الجزائر على الملك شارل العاشر قال شارل العاشر ده ملك فرنسا الجزائر جزء لا يتجزأ من فرنسا ولن نخرج حتى تطلع الشمس تطلع الشمس من مغربها واضح من جملته قوتها إنه بيقول إحنا مش سايبين فرق مش سايبين الجزائر تماما هذا التوجه الاستعمار اللي هو مسكين في البلد بيت بن قديد يتشابه مع سياسات مين قد بيقول أنا مش هسيب البلد خالص دفرن ولا شارل ده يقول في الجزائر بالعكس ده شارل ده يقول أنا عايز يمشي ولا مسوليني في ليبيا ولا بيتانة في سوريا طبعا الإجابة هي مسوليني في ليبيا لإن مسوليني قال من جمله العنصرية في الفاشية والفاشست أن ليبيا جزء لا يتجزأ من إيطاليا وأن البحر المتوسط سيبقى بحيرة إيطالية وفي نفس الوقت قال إنها سيعيد أحياء الإمبراطورية الرومانية بس ركز بقى في اللعبة العلفاز ممكن ما أجيب لك شي مسوليني أصلا في الامتحان ممكن أقول لك تتشابه مع سياسة الفاشست في ليبيا الفاشية في ليبيا نتج عن وصول الفاشية لحكم إيطاليا وهجزة طبيعة الحركة الوطنية بالعراق السؤال دا دماغ بقى ليه؟ هو عايز طبيعة الحركة الوطنية بالعراق بعد معاهد التلاتين تشابهت مع طبيعة الحركة الوطنية في مصر قدرتك الحركة الوطنية في مصر جبيرة جدا مصطفى كامل ومحمد فريد وسعد زغلول ونقراشي وجمل عبد الناصر وندك كتير بس هنا بقى في حاجة اسمها أطلع من المعلوم للمجهول يعني أنا لازم نستدعي في ذهني الحركة الوطنية في العراق بعد 1930 ودور على شبيه ليها حصلت في مصر وشوف امت بعد 1930 في العراق اتصفت الحركة الوطنية في العراق بأنها حركة وطنية بطيئة بسبب الصراعات الطائفية والصراعات بين الأحزاب والصراعات بين القبائل والعشائر في تعيين وإسقاط الوزرات الصراع الداخلي في العراق خلى الحركة الوطنية بعد معدل تلاتين بطيئة بطيئة دور في منهجك على هذا اللفظ هتلاقيت الف الفترة دي من 1882 ل 1892 ده بنسمي العقد الأول من الاحتلال كانت الحركة الوطنية بطيئة في مصر أو ضعيفة أو راقدة أو متجمدة أو متدهورة أو خامدة أو فيها خمول بسبب السيطرة الفعالية لإنجلترا من قبل كورومر وتخلي توفيق أو تأييد توفيق للاحتلال لأنه اعتقد أنهم أنقذوا من العربيين وكمان انشغال الشخصيات الوطنية عن مقاومة الاحتلال بتولي الوظائف والأعمال الخاصة زي التجارة والمحاماة ده غير كمان اعتقال ونفي بعض الضباط الجيش المصري يبقى كل ده خلت الحركة الوطنية عندنا إيه بطيئة يبقى حلم يبقى الفترة دي أنا عايز أدور عليها في الاختراض الفترة اللي هي أول عشر سيم الاحتلام بطريقة ارتفاع من 1882 ونحن نحن 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 نح ممكن يقول لك ايه خلال العقد الاول من الاحتلال البريطاني المصر ممكن يقول لك ايه العقد الاخير من حكم توفيق ممكن يقول لك ايه يقول لك العقد التاسع من القرن التسعتاشر كل ده لعب بالالفاظ ونفس الايجابة اعطى من لا يملك من لا يستحق اول ما بتيجي في زهن الطلبة الجملة دي ساعات يا شباب ساعات يعمل ايه يجيب لك جملة معتادة عن موقف معين ويطلبها في جملة تانية او في موقف تانية يعني مثلا عندك في المنهج مكتوب لك ارادت فرنسا انتضع علاقتها مع سوريا على اسس متفق عليها جي في امتحان 23 وارتقال له الجملة دي على مصر لان اكتشفنا ان جملة على اسس متفق عليها يعني متوقية معاحدة جميل الجملة دي انت متعود عليها اللي هي جملة اعطى من لا يملك وعدا لما يستحق انت متعود عليها على حاجة متعود عليها على مين على وعد بلفر سوا كتب بقى تنطبق على موقف السؤال دا عالي جدا يا شباب الانتداب في سوريا بقى انا عايز فرنسا الانتداب طبعا الانتداب بارسي في سوريا عايز فرنسا عملت بسكرة هل تظبت ان هي أدت امس من يعطى حاجة لحد ما يستفقاهاش في سوريا وهي في سوريا من خلال الدراسة تلك سوريا كلها قيام سورة 1925 بسوريا عقب كيام سورة 1925 بسوريا فرنسا START عقلاء بده حد الحاجة ما يستفقهاش إعلان الجمهورية السورية سؤال عالي جدا بعد إعلان الجمهورية السورية ولا فشل معاهدة 1930 ولا سقوط باريس في يد ألمانيا الإجابة فشل معاهدة 36 ليه بقى؟ لأن بعد فشل معاهدة 36 لما برلمان فرنسا أو سلطة الشعية فرنسا رفضتها واستمر الانتداب الفرنسي استغلت فرنسا القوة لتهديئة السوريين حتى تتفرغ للحرب العالمية التانية ثم فصلت لواء الإسكندرونا عام 1939 فاستولت عليه تركيا يبقى كده هي فرنسا ادت لتركيا جزء من سوريا لا فرنسا من حقها تدي تركيا ولا من تركيا من ققها تاخد لواء الإسكندرونا يبقى عطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحب رغم اختلاف رغم اختلاف موقف المجلس العسكري بعد صورة 25 نايل 2011 مع موقف الملك فؤاد بعد مقتل السردار 1924 إلى أنهم توفقوا فيه يبقى لازم ان تعرف المجلس العسكري عامل هنا ايه؟ والملك فؤاد بعد مقتل السردار عامل ايه؟ لو انت مش فاكر المجلس العسكري بعد ما مسك الحكم وتناحي الرئيس محمد حوسني مبارك المجلس العسكري عامل ايه؟ فل مجلس الشعب والشورى المزورين لصالح حزب الواطن وبعد كده هتمسك حكومات تسيير اعمال ثم تجرى انتخابات ثم 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 طب والملك فؤاد بعد مقتل السردار وساعد قدم استقالته الملك فؤاد عين احمد زيور ثم قام بحل مجل البرلمانة في اول يوم من عقاده لان البرلمان كان مسيطر عليه الوافد حتى لو تفتكر ساعتها عمل انتخابات وفاز الوافد في حل البرلمان وساعتها الشعب اعترض على ان الملك بيفرض الحكم الديكتاتوري وانشغل الشعب المصري عن مقاومة الاحتلال بمقاومة الحكم الديكتاتوري والبحث عن الدستور والمطالبة بالحال الدستوري حل السلطة تشريعي بالبلاد ولا اصدار اعلان دستوري مكمل ولا التمسك بالدستور ومجلس النواب ولا اجراء انتخابات عامة في البلاد لاحظ حضرتك فؤاد ما عملش ده لاحظ حضرتك فؤاد ما عملش ده لاحظ حضرتك دي ما حصلتش من الاثنين اعلان دستوري ده كان محمد مرسي حل السلطة التشغيل عبارة صح لان الاتنين حلوا البرلمانات او مجالس الشعب او مجالس النواة يبقى الاتنين متشابهين في ده هنبدأ بكلمة اختلاف ركز معايا بس في نهاية بيسأل علي تشابه فممكن يدخلي السؤال بكلام وهو في النهاية بيسأل علي حاجة تانية فلازمة نرى السؤال اخر كن وجه الشبه بين نتائج اتفاقية سايكيز بيكو ومؤتمر برلين اهم مؤتمر في المنهج على الاطلاق ديك سمعنا هو سجلها معايا المؤتمر ده تحفو ازاي اسمك وطبعا اتفاقية سايكيز بيكو اتفاقية الغدر اللي عقدت بين انجلترا وفرنسا بعد انسحاب روسيا وكانت اتفاقية سلاسية اصبحت سنائية وكانت سرية اصبحت علانية بعد تسريبها عن طريق روسيا البيلشيفي لو انت عارف القصة يعني يظهر فيه التوسع الاستعماري في املاك تركيا ولا المحافظة على املاك تركيا في القرم ولا نشأة تحالفات وتحالفات مضادة ولا معارضة اطمع روسيا الاستعمارية حبيب قلبي ده ظروف انعقاد برلين ده نشأة تحالفات وتحالفات مضادة ده مؤتمر برلين المحافظة على املاك تركيا في القرم ما لاش علاقة بيك في المنهج ليه بقى؟ لان سايكيز بيكو نتج عنها ان نقسم الشام والعراق الهلال الخصيب اللي هو الشام والعراق على انجلترا وفرنسا يبقى كده الشام والعراق خسرتها الدولة العثمانية واخدتها انجلترا وفرنسا وبرلين فرنسا خادت تونس وانجلترا خادت جزيرة كوبروس على وعد بالدفاع عن الدولة العثمانية اما ايطاليا خرجت من المؤتمر غاضبة لو بيسألني عن مؤتمر برلين بس يبقى نشأة تحالفات وتحالفات مضادة انما طالما بيسأل على وجه الشبهة بالاتنين يبقى التوسع في املاك الدولة العثمانية تزامن فرض معاهدات التحديث في المغرب مع فرنسا على طبعا تزامن دي يا شباب اتفقنا مليون مرة ان هي بيبقى حدثين في وقت واحد في اماكن مختلفة فكلمة تزامن دايما هتلاحظها في كده طيب معاهدة التحديث على المغرب اللي هي معاهدة الامتيازات اللي عقدت عام 1767 بين فرنسا والمغرب ليدخال مظهر الحضارة الحديثة ليقع على المغرب في ازمة مالية مثل ما قدس في تونس وفي مصر اسمها التحديث او الامتيازات مش مهم يستخدم نفس اللفظ مهم يستخدم نفس المغرب مع ايه كان في نفس الوقت من فرنسا مع ايه يعني الشاجة حصلت في فرنسا كان في ايه في فرنسا ساعتها حكم الملك الاقتوعي ولا احتلال فرنسا للجزائر اولا احتلال فرنسا للجزائر كان 1830 بص المعادة فين 1767 حكم نابليون لفرنسا ده كان في القرن التسعتاشر يعني ما ينفعش انهاء الحكم التركي في مراكش ما ينفعش الاجابة هي ان كان في فرنسا وقتها ملك لويس الخمستاشر فاذا كان في النظام الملكي اللي كان موجود يتفق الجميع ان كل الدستير في العالم تتوافق على ان الامة هي مصدر السلطات السؤال ده مهم وان الشعب هو مناطة سلطة الحكم سعى النظام القائم قبل 30 يونيو 2013 طبعا قبل 30 يونيو هو نظام محمد مرسي للتخلي عن هذا المبدأ وقد ظهر ذلك فيه يبقى هنا بيتكلم عن رئيس محمد مرسي لما كان ماسك الفترة الحكم بتاعته تخلى عن الدستور او تعدى على الحقوق الدستورية او تعدى على المبادئ الدستورية عمل ايه وانت مغمض من غير ما بص على الاختيارات دور على الاعلان الدستوري اوعى تنسى لي اعلان الدستوري في نوفمبر 2012 عزز صلاحيات رئيس الجمهورية هذا الاعلان الدستوري كان نقطة فاصلة جدا في تاريخ حكم محمد مرسي بقى تدور عليها هتلاقيه اللي هو الاعلان الدستوري اللي كان موجود في عام 2012 طيب يقول هنريك سينجر ان التاريخ هو وذاكرة الامم ومعمل كبير لتفريغ تجاربها يحقق معدلات النجاح فيه من يحسن كراءته ويجود فهمه وادراكه عندها سيكون سابقا لزمانه تنطبق عزز العبارة يبقى مناش رعيس حد من لقصادك دول يا شبابنا فهم تاريخ او استفاد من التاريخ او اتعلم من التاريخ ما فيه ناس كتيرة بتقرأ تاريخه مش فهمينه فيه ناس كتيرة بتقرأ تاريخه مش متعلمة منه حاجة ملك احمد فؤاد اتعلم من الماضي ولا الملك فاروق اتعلم من الماضي ولا الخديو اسماعيل ولا الرئيس السادات وانت مغمد طبعا اجابة سهلة جدا رئيس السادات اللي تعلم من الاخطاء اللي حصلت في حرب 67 وعدل هذي الاخطاء باصدار الدستوري الدائم عام 1971 وتوحيد الجابهة الداخلية وتنقية وتصفية الخلافات العربية وتنسيق الخطة العسكرية مع السوريا وفي النهاية حق انتصار رفع علينا ورجع علينا كرامتنا مرة تانية بعد العديد من الانتصارات من الجانب الاسرائيلي يبقى الاجابة هي زي ما احنا اتفقنا اكتر واحد رجل الحرب والسلام هو السادات نجحت مصر خلال حرب اكتوبر في تحقيق مبدأ الحجد قبل المعركة وما فشلت فيه مصر من قبل خلال بص دي بقى الحجد يا شباب الحجد حجد يعني الجيش والشعب مع بعض يعني جميع فقات الشعب مع بعض حملة فريزر عام 1807 كان فيه حجد ضدها اه كان فيه حجد ضدها ونجحنا ضد حملة فريزر ومنعناها احداث ثورة ساعتوشة كان فيه حجد انتناسي الاحداث دي كانت فيه يقولك القاهرة والاقاليم والفلاحين والمثقفين والعمالة والطلاب بكل ده سمش جميع فئات الشعب طب معركة التل الكبير انت اصل لو ماشيها نجاح وفشل ده احنا هنا نجحنا وهنا هو هنا بيسأل عن الفشل ما تنفعش هنا نجحنا هنا نجحنا يبقى هو بيسأل عن الفشل يبقى معركة التل الكبير لان فشلنا ساعتها بسبب انقسام الامة بين مؤيد لعرابي ومؤيد لتوفيق وده ادى في النهاية لفشلنا في معركة التل الكبير قربنا انخلص يا شباب هانت خلاص كل الامان كانت احلامنا في البداية كانت احلام في البداية لكنها تتحول الى واقع اذا تم بزل جهود لتحقيقها يمكن القول ان اكثر الاعوامل التي ساهمت في تحقيق امال اليهود اكتر حاجة من دول ساعدة اليهود سوى بكتبك اكثر الافضل الاعلى وانت مغمض تاني اوعى تنسى تصريح بيلفر لان هذا التصريح شباب هو السبب الاساسي لظهور هذه الدولة احنا بنعتبره هي البزرة طرحة اسرائيل تصريح بيلفر او وعد بيلفر او التصريح البريطاني اثناء الحرب العالمية الاولى لو لعب بالالفوز بس هنا هو مش كاتب لي تصريح بيلفر بس كاتب لي ايه تحالفهم خلال الحرب العالمية الاول مع سبب اصدار التصريح ايه التقاء مصالح انجلترا بمصالح الصهيونية اثناء الحرب العالمية الاولى طبعا عشان انجلترا كانت عايزة اليهود يعوضوا انسحاب روسيا بعد قيام السورة البلشفية جاء بكتاب القضية العربية في الحرب العالمية الاولى لم يكن ابن سعودة بحاجة الى من يغريها بالتعاون مع الحلفاء وبغض الترك لانه كان مبغضا لهم ناقما عليهم هو وعائلته وقد ارسل لشريفة مكة لشريف حسين يبلغوا بانه لن ينضم الى الاتراق ولن يتعاون معهم بتحليل موقف عبدالعزيز نجد ان سبب عداءه مع الترك ايه سبب قرهية عبدالعزيز للاتراق انهم قضوا على دولة جده الاول اللي هو الدولة السعودية الاولى واللي قضى عليها محمد علي فلو بسط بالاختراض بسريعا كده هتلاقي سبب عداءهم الخصومة التاريخية مطلع القرن التسعتاشر اللي تمت بعد القضاء على الدولة السعودية الاولى والحركة الوهابية تشابهت الحركات العربية المطالبة بالاستقلال عقب الحرب العالمية الاولى في كلاما مصر وتونس والجزائر لاحظ معايا التاريخ والتحليل ان هنا بيقول لحضرتك التشابه تمام زي الفل راحة الشاشة مش مشكلة هو كان بيقول التشابه رجع التاني الحمد لله بين مصر وتونس والجزائر بعد الحرب العالمية الاولى بعد الحرب العالمية الاولى يا شباب يبقى لازم ان حضرتك تعرف ان كلنا بعد الحرب العالمية الاولى في مصر وتونس والجزائر وروحنا مؤتمر الصلح نطالب بحق تقرير المصير ولكن للأسف كله خد على أفايا للأسف لان حق تقرير مصير كان حق وهمي اي لا الولايات المتحدة لجذب انتباه الشعوب ولكن فيما بعد بيدوروا على مصلحتهم مباس فتشابهنا في الاستجابة لفكرة التضامن العربي ولا محاولة الاستفادة من الهيئات الدولية ولا انتجاه نحو اقامة الاحلاف العسكرية ولا للتأكيد على الهوية العربية الاسلامية طبعا محاولة الاستفادة من الهيئات الدولية وحق تقرير المصير وعظمة الامم ولكن النتيجة في النهاية انتهت بالفشل جاء في خطاب لبورمون القائد الفرنسي في الجزائر لريس حكومته ان بعد سقوط العاصمة احتاجوا الى 15 يوم يعني بقول لهم بعد ما ناخد عاصمة الجزائر محتاجين 15 يوم لانهاء واغضاع البلاد بالكامل هل نستطيع القول ان نتوقع قائد الجيش الفرنسي بالجزائر قد خاب نتيجة مين لانك لو مذاكر الجزائر هتعرف ان حصلت مقاومة ضده من عبدالقادر الجزائري اللي استمرت لحد 1847 يعني 17 سنة من دخول الفرنسيين الجزائر فضل الجزائرين بعبدالقادر مقاومة مسلح 17 سنة درجة فرنسا نفسها ما قدرتش عليه وعملت معاة تفقية ديميشيل 1834 ونقضتها وهجمته تاني ولكن فشلت وعملت التفنة وبعد كده نقضتها واخدت منه قسنطينة بس بعد كده اكتشفت ان هو جاب قوته من سلطان مراقش بيستخدم الاراضي المراقشية فضربت المغرب ضربت مدينة طنجة او قصفت مدينة طنجة فتوقفت المساعدات المراقشية وتم القضة على عبدالقادر ونفيه الى الشام يبقى بعد اذنك ايه سبب ان المقاومة بتاعة عبدالقادر زادت دور كده الكلام بتاعهم بتاع 15 يوم فشل بسبب الدعم الخارجي لقائد المقاومة الجزائرية يعني او التضامن العربي مع قائد المقاومة الجزائرية ممكن تجالك بطريقة تانية اللي هي الدعم الخارجي اللي هو من مراقش تزامنت بداية برضو سؤال عن التزامن تزامنت بداية مطالب الجزائرين لفرنسا بسداد الديون معا لازم تعرف مطالب الجزائرين لفرنسا كانت امت كانت عام 1800 ايه عصلا فرنسا خدت من الجزائر الامر بسبب الحصار الاقتصادي على الثورة الفرنسية من 1789 الثورة الفرنسية فضلوا ياخدوا الحد ما بقى مديونين ب24 مليون فرنك امتى بقى حكام الجزائر قالوا لفرنسا عايزني فلوسنا سنة 1800 فبيسأل بقى 1800 دي كان ايه الحدث اللي موجود هنا عودة العلاقات بين فرنسا وانجلترا دي 1800 و1904 لم عامل وفاق الودي يبقى الاجابة ما تنفعش عودة النظام الملكي في فرنسا ولا سعي كليبر لخروج من مصر ولا انتهى حروب الثورة الفرنسية طبعا الاجابة 1800 لو انت حفز التاريخ هو سعي كليبر لخروج من مصر يبقى من هنا بنأكد التواريخ في العنوين معادة العيش 1800 هجواب على سؤال ده ازاي عصر محمد علي عصر الاحتلال صورة يوليو العامل المشترك ما بينهم العامل المشترك بين التلاتة انت تعرف ان ممكن اصلا سؤال زي ده يجي لك بصيغة تانية خالص ممكن يجيب لك ده احصاء بياني رسم بياني يعني ايه رسم بياني يعني ما نفس الفكرة بتاعت السؤال بس تعال نجيب الاجابة اقولها لك زيادة الاستثمارات الاجنبية محمد علي مكن بياني يشجع الاستثمارات الاجنبية المحمد علي بناء الكواب الزاتي التوسع في التعليم الزراعي لاحتلال لاكان كون له اهتمة التعليم اقامة مشروعات للراي ممكن لان محمد علي شقة طرع والقنوات وانشأ القناة الخيرية وحول الوجه لربحر الراي الدائم لاحتلال شقة طرع والقنوات وأصلح القناة الخيرية وانشأ قناة الرئيسة OMGs وitorوزفتا وانشأ خزان أسوان وحول الوجه القبلي ومصر بالكامل للراي الدائم لأنه كان بيهتم بزراع عشان خطر القطن مش عشان خطرنا صورة يوليو إنشاء السد العالي وإنقاذ مصر من الفيضان والجفاف يبقى الإجابة هنا محتملة بص على الأخيرة اتجاه رأس المال المصري للزراعة كانش فيه اتجاه رأس المال المصري في الزراعة وفقط أيام يوليو ولا أيام محمد علي ده الكلام ده أيام الاحتلال يبقى استأزينك الإجابة هي ممكن بقى السؤال ده نفس الفكر أعشاب يقول لك إحنا بنصطد أفكار يأتي إ زي يعني رسم باني باني يقوم لك رسمouses باني يقوم لك م Ramboed 1 ويقوم لك عامود ثالث أكبر منه ويكتب لك مثلا هنا مثال مثلا 2 مليون هنا يقول لك 4 مليون هنا يقول لك 6 مليون يقول لك ده مساحة الأراضي الزراعية عهد محمد علي ده مساحة الأراضي الزراعية عهد الاحتلال ده مساحة الأراضي الزراعية مثلا عهد محمق مثلا ثورة 23 يليو من خلال قراءتك لهذه البيانات تكتشف أن مساحة الأرض الزراعية زادت طب مساحة الأرض الزراعية زادت من خلال الإحصاء بناء على إقامة مشروعات للري يبقى مساحة الأراضي زادت لاهتمامهم بالري لأن التلاتة اهتموا بمشاريع الري وبالتالي المساحة الزراعية زادت مساحة الأرض زادت ممكن لك المساحة الأفقية للزراعة زادت إنتاج مصر من المحاصيد الزراعية زاد إلى الأمام يورومل شعار رفعه أنصار الملك فاروق أثناء العملية العسكرية في الحرب العالمية التانية لدعم المحور أيدت نفس التوجه في الحرب طبعا يا شباب هو إلى الأمام يا رومي لأن الملك فاروق وحكومة حسين سيري كانوا بشجعوا المحور لأنهم رفضين الحلفاء السؤال بقى يا شبابنا هو مين كان بيشجع ألمانيا والمحور في الاختيارات دي فرنسا الحر لشارلي ديجول؟ لا نوري السعيد كان مع انجلترا وفرنسا الحر كانت مع انجلترا شارلي ديجول حكومة فيش الفرنسية فاكر الحتة دي مهمة أو ان فرنسا مع بداية الحرب العالمية التانية هزمت من قبل ألمانيا ودخل هتلر باريس فانقسمت فرنسا إلى جزئين حكومة فيشي؟ حكومة فرنسا الحر فيشي بقيادة بيتان ولا يتعاملت هدنة مع الألمان وخرج هدوءك ثم هدوءك ثم هدوءك قراءة السؤال بتأني معرفة حاجة نفسية هتساعدك في التاريخ المادة هي الأعلى هي الأكبر هي الأصعب عند حضرتك صح كده؟ يبقى عليك ولا على كل الأدبي؟ على كل الأدبي يبقى أنا بخش في المادة تمنى أن ربنا يسعدكم ويكرمكم